وصلت إلى مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بالقصيم أولى الرحلات المخصصة لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة قادمة من العاصمة النمساوية فيينا بعد رحلة جوية استغرقت قرابة الخمس ساعات وصلت طائرة الخطوط السعودية إلى مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بمنطقة القصيم قادمة من العاصمة النمساوية فيينا تقل على متنها 145 مواطنا ومواطنة انفاذا للأمر الملكي الكريم بإجلاء المواطنين في الخارج حفاظا على صحتهم وسلامتهم في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والله ما في كلمات توصف الشعور اللي حين نشعر بالحين لكن الحمد لله اللي رجعنا لأرضنا والحمد لله على نعمة السعودية ما في أرض مثل هلار مشاعر ملؤها الفخر والاعتزاز بالوطني وقيادته عبر عنها العائدون لأرض الوطن أشكر مولاي خادم حرم الشفير الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيد وليل عهد أمير محمد بن سلمان وصفارة المملكة في النمسا وكذلك على الشباب والجهود اللي هبذروا في القصيم على استقبال وعلى اهتمام الزايد والحرص صلى الله عليه رب العرش هذا من يزيل يرفع عننا هذا البلاء والشكر مجهود واصلين زيادة للصحة والأمان نحمد الله ونشكره والله نحن محسودين على هذا البلاء نحمد الله ونشكره كلمة واحدة أن الإنسان يفخرنا السعودي نحن اليوم كنا بمطار فينا كان أكثر من رحلة إجلاء الاهتمام الواضح من السفارة بالمواطنين اهتمام خارج عناية الاهتمام ورعاية متكاملة تنفذها الجهات المعنية لضمان صحة وسلامة المواطنين لأخبار السعودية علي العطينان القصيم